السلام عليكم. اهلا ابنائي وبناتي وطلب وطلبات الصف الثاني السنوي. اهلا ان شاء الله نكمل منهجنا. عندنا النهار الوحدة الرابعة ووصد طاعة الوحدة بتاعتنا يعني علم النفس الرياضي. انه ان شاء الله نشوف الوحدة كاملة في الفيديو ده. ايضا نشوف الدروس بتاعتنا. لو عزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هزبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كمان انا سيب لكم روابط لصفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام وربط قناة التليجرام. نشوف مع بعض. اول حاجة هنبدأ بها هي ملخص لاهم الكلمات اللي عندنا في اليونت. يلا جاتا رابية افترمي تعرف على او تمييز ريكيجناشن. 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 ينفذ او يؤدي او يمارس اسمها اكسكيوت. 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 يمسك باحكام جراسب. 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 فعالية افكاسي. 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 محروم من. ديبرايفد اوف. ديبرايفد اوف. ديبرايفد اوف. معقد complicated متقامل integral طوقة كمنا potential يشغل أو يحس trigger عقل أو تكيه أو فكر intellect يسهب أو يقر toe يعاقب penalize متطوع amateur يحاول أو يغير transform يؤجل postpone يشوك doubt ينفذ carry out تعلم النفس psychology نخذ بأننا ال-p هنا psychology bond bond بند لقنا committee 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 يطلق release 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 سعادة أو نشوى euphoria 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 يفوق أو يرجح outweigh 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 يلخص sum up sum up sum up يزيد maximize 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 يقلل minimize 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 عمدنا synonyms متراضفات الكلمة ومعناها وتعرف لها كلمة عدم توازن اسمها imbalance اللي هو ايه the state or condition of lacking balance عدم التوازن as in proportion or distribution the state of being happy كمان بمعناها حالة السعادة أو انك تبقى سعادة أو healthy بس حاجة جيدة or successful وكمان تكون ناجح يبقى ده ايه ده المعنى التاني اللي هو كلمة سعادة اللي هي euphoria euphoria اللي هي بتسوي كلمة ايه happiness happiness لكن عدم التوازن اسمها imbalance والسنانم المطرق المواضف بتاعها instability معناها عدم التوازن كلمة overall معناها شامل أو كلي بتسوي كلمة general يعني عام أو شامل أو كلي energetic نشيط أو حيوي حاجة بنعملها وإحنا عندنا طاقة جمدة effort ومجهود speed سرعة أو violence وأحيانا عنف بتسوي كلمة active يعني نشيط stretching ليه الإطالة the activity of straightening the arms and legs and tightening the muscles اللي هو حرقة أو العب ريضي أننا نعمل تمرين للدرعية عنفر الدرعات ورقلينا وكده ده بنسميه الإطالة ليا stretching بتسوي spreading out عندنا نستنى نمزة تانية كلمة integral متكامل بتسوي كلمة essential يعني معناها برضو ضروري شامل comprehensive زي كلمة hero واحتمالية likelyness زي كلمة possibility يعني احتمالية عندنا definitions تعريفات كلمة reliable reliable معناها able to be trusted or provide what's needed يعني حاجة ممكن أصق فيها أو بتوفر للحاجات اللي احنا محتاج لها reliable يعني يعتمد عليه transferable transferable معناها يمكن نقله capable of being moved ممكن نقله or transferred from one place or situation to another vast vast معناها واسع وكبير very great in size domain domain يعني an area of knowledge or activity مجال المعرفة أو مجال للأنشطة مثل domain enhance يعني to increase or improve معناها نزود or نحسن something pressure لو الضغط the action of pressing or pushing against something عملت أنك تضغط حاجة معين pressure to outweigh outweigh معناها to be more important than something else يعني يتفوق على تبقى شيء أهم من حاجة تانية to outweigh sum up يعني يلخص to describe in a few words نوصف حاجة بكلمات قليلة transform معناها يحول أو يغير to change or convert to motivate to motivate معناها يحفز to make someone want to do something in a positive way تخلي الشخص ده عنده الحماس أن يعمل الشيء ده بطريقة إيجابية to motivate to negotiate معناها يفاوض to discuss something in order to come to an agreement with another person نتناقش في حاجة وعشان نوصل الاتفاق مع شخص معين ده بنسميه يفاوض يعني negotiate despite معناها regardless of ده فلنس نتعرف هذا برضو despite معناها regardless of يعني على الرغم من to negotiate معناها يتفاوض زي ما قلنا to discuss something in order to come to an agreement to motivate برضو قلنا معناها يحفز to take someone who want to do something at the end of the day يعني في نهاية اليوم in the end to outweigh to be more important than something else outweigh يعني ايه يرقح يرفوق على حاجة تبقى أهم من حاجة تانية easier said than done معناها difficult to do يعني القول أسهل من الفعل ولكن كلام سهل لكن الفعل بقى ازاي ده المصطلح ده نقوله easier said than done easier said than done معناها ان الشيء ده صعب ان احنا نعمله come in handy معناها be useful يعني مفيد come in handy يعني زي ما احنا نقول كده في متناول اليد come in handy يعني يبقى مفيد to move on to move on to change the subject of conversation etc أما يغير الموضوع وأنا بتكلم في محادثة أو حاجة معينة اسمها to move on committee committee ليه لقنا a group of persons appointed or elected to act upon some matter of business يعني مجموعة من الناس منتخبة أو متعينة عشان يتنشف فيه أو يحدده مجان معين في العمل أو كده committee transform معنى يحول أو يغير to change or convert post upon post upon يعني يؤجل to put off or to put off to a later time أأجل لوقت تاني برضى put off معناها يؤجل doubt معناها يشك to feel uncertain about مش متأكد من حاجة معينة sum up sum up يعني لخص to describe in a few words that what somebody has said or written إننا أوصد بكلمات أوليلة إلا الشخص قاله أو كتبه prepositions حروف الجر اللي عندنا كلمة يشارك في اسمها take part in مسؤول عن responsible for طبعا نركز جدا في حروف الجر ينتمي إلى أو يخص belong to ينفذ carry out فخور be proud of يعاني من suffer from يستمر أو يواصل carry on يتنافس في compete at لكي اسمع order to متاح لي available for يكفح أو يكتاد strive to يلتمس أو يهدف إلى seek to سلسلة من arrange of طبعا يشارك في اسمها take part in يلتزم ب commit to بفضل thanks to على الأرض on earth يعتمد على rely on فخور ب proud of جيد لي good for يعاني من suffer from يستمر أو يواصل carry on مسؤول عن responsible for بسبب because of ينتمي إلى أو يخص belong to عندنا برضو يوسف تعبيرات مفيدة تنفعنا في الترجمة في الأسف أي حاجة في المحادثات في كل حاجة بيؤمنون بأنهم الأفضل معناها believe in being their best يدخل في سباق break erase يحقق تقدم make advancement أداء تنافسي competitive performance الصحة العقلية mental health الصبر والمثابرة patience and persistence طاقة إيجابية positive energy أهداف واقعية realistic goals يحققون أهدافهم achieve their goals فكر سلبي negative thought فكر إيجابي positive thought يحدث take place يحدث take place بتعبيرنا كثير في الأسئلة take place نجم سينمائي movie star تميز رياضي sporting excellence فريق عمل للتدريب training staff سباح أغندي اوغاندن swimmer يصاب السكري get diabetes ميداليات فخرية honorary medals يفوز ميدالية win a medal حفل الافتتاح the opening ceremony جائحة كورونا coronavirus pandemic نجاحات وإخفاقات successes and failures حدث رياضي sports event رياضة جماعية team sport رياضة فادية individual sport يقلل من ضغط الدم lower blood pressure فريق من المعاقين اللاجئين refugee paralympic team pictorial words كلمات المصورة كلمة recognition اللي هو التمييز بيعرفها اللي هي identification of someone or something or person from previous encounters or knowledge يعني تعرف على شخص من معلومات سابقة عندي recognition بتسوي identification كلمة integral متكامل معناها necessary to make a whole complete حاجة مهمة لنخلي الجزء اللي عندي يكتمل كله معناها بتسوي كلمة complete execute يعني ينفذ put a plan order or course of action into effect إنه نفذ خطة أو حاجة معينة خليها على أرض الواقع بتسوي كلمة carry out potential لطاقة كامنا أو ممكن having or showing or showing the capacity to develop into something in the future إنه عنده القدرة إنه يطور شيء معين في المستقبل بتسوي كلمة capable كلمة grasp يمسل بإحكام a firm hold or grip بتسوي كلمة catch trigger يعني يشغل أو يطلق أو يشن cause a device to function إنه شغل جهاز مثلا بتسوي كلمة launch efficacy efficacy يعني the ability to produce a desired or intended result نتيجة مرغوبة ده بنسمي efficacy effectiveness بتسوي effectiveness intellect لو الذكاء أو العقل أو الفكر the faculty of reasoning and understanding objectively especially with regard to abstract intellect matters إنه أظهر الحاجات العقلانية بالزات thought بتسوي كلمة thought deprived of معناها يحرم من suffering a severe and damaging lack of basic material and cultural benefits يعني حد يعني من نقص في المواد الخام وكمان في الحاجات الفوائد الثقافية والحضارية وكده ده بسمي deprived of بتسوي كلمة prevent from language نوت بنفرق عندنا بين arrive و reach و get التلاتة معناهم يصل بس إيه الفرق arrive بيجي مع حرف gar in أو حرف gar at حرف gar in لو كنا هنقول نبي يصل لمدينة أو مكان كبير أو دولة مكان كبير يعني مدينة أو دولة نقول arrive in the president arrived in France ولو كان مكان صغير أو محدود زي المدرسة زي النادي نقول arrive at we arrived at the club كلمة reach معناها يصل إلى بس بيجي معه أصلا أي حرف gar when did you reach geesa get to معناها برضو يصل إلى حرف gar مع get to على طول how can I get to the nearest bank affect 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 معناها يؤثر على دوت verbal يؤثر على دوت verbal وaffect smoking affects as badly تدخين بأسطر عين بشكل سيء لكن كلمة affect معناها تأثير أو أثر دوت معون يعني اسم what's the affect of global warming كلمة rise وreize وarise rise معناها أولا تصرفات rise rose risen بتيجي بمعنى يرتفع أو تشرق الشمس أو ينهض وما بيجيش بعدها مفعول الشمس بتشرق من الشرق لكن كلمة raise معناها يرفع تصرفات raise raised raised معناها يرفع معناها يربي معناها يجمع وبيجي بعدها مفعول the student raised his hand الطالب رفع ايده جاء هنا بعدها مفعول arise تصرفات arise arose arisen معناها ينشأ عن مشكلة كتير بتنشأ من التلوث يبقى arise مع حرف from كمان هنا بنفرق بين win earn gain اولا win معناها يفوز ب يجي بعدها مفعول او مايجيش بعدها مفعول اما اقول win a medal يفوز ب medalia win a competition يفوز ب سبق win a match مباراة win a race يفوز ب سبق كل دول بيجوا مع كلمة win Egypt won two bronze medals مصر فازت ب medali برونز هنا جاء بعدها مفعول ودت المعنى ان هو فاز في المسابقة خلاص يبقى وان ينفع يجي بعدها مفعول او لا طب ايه الحاجات اللي بتيجي معاه هي الاشياء دي اشياء العينية اللي بنفوز بها كجوائز earn 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 معناها ايه يكسب مال او معيشة يعني قوت يوم he earns five thousand pounds من بيكسب خمس earn مرتبطة بالفلوس gain gained gained gain معناها يكتسب يكتسب بقى سواء خبرة سواء يكتسب وزن او يكتسب شهرة يكتسب اي حاجة she gained a good fame in trying يعني حصرت اكتسب تسمع جيدة في الرسم يعني معناها يكتسب a couple of a pair of a couple of الاتنين معناهم زوج لكن a couple of معناها زوجين يمكن ان ينفصل يعني ايام قول اشتريت زوج من الكلاب كلبين عادي كلبين ينفصل عن بعض عادي جدا لكن a pair of معناها زوجين لا ينفصل ازاي she bought a pair of gloves اشتريت زوجين من الكفزات الجوانتي يعني ها ينفع الجوانتي ما بتلبسش كده فاردة واحدة وخلاص بتلبس الاتنين كمان زي الشراب والشوز كل حاجات دي ما ينفعش افصلها عن بعضها فبنقول عليها a pair of because و because of because معناها لأن بيجي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفاعل هو جاب درجة نير انه ذاكر كويس طيب because of بقى بيجي بعدها because of اول معناها بسبب او لأن بسبب اكتر منش لأن كمان because of بيجي بعدها noun او verb ing يعني اسم وفاعل اخر ing احنا اجلنا الاجتماع بسبب الطقس السايبة because of معناها بسبب وبيجي بعدها اسم او verb ing because of working hard بسبب العمل جد هو اصبح المدير national و international national معناها قومي قومي يعني جوه البلد the president honor the football national team الرئيس كوروما فريق القومي القومي يعني فريق البلد بتاعتنا لكن international معناها دولي او عالمي the coronavirus is an international epidemic و منقول ان وباء عالمي international او الجرامر بتاعتنا سهل جدا بيتكلم عن question tags اللي هي الاسئلة المذيلة مرة تعلينا كتير طبعا نفتجرها مع بعض we often use question tags when we expect the listener to agree with our statement احنا بنستخدم السؤال المذيل ده لما كن متوقعين ان الشخص اللي بيسمعني متفق معايا في الرأي ده انا بقوله in this case في الحالة when the statement is positive لما تكون بقى الجملة الخبرية القدام دي positive يعني مسبتة we use a negative question tag بنستخدم في الحالة دي سؤال مذيل منفي and vice versa والعكس صحيح ازاي المساعد او فعل ناقص وبعدي subject as a pronoun يعني يعني بعدي الفاعل بس لازم الفاعل يبقى ضمير فاعل ما يبقاش اسم يبقى السؤال المزيل عبارة عن ايه عن فعل مساعد وضمير فاعل طيب نشوف انا نعمله ازاي نكون الجملة ازاي جيمز بيعمل في الموضوع ده isn't he دي هي السؤال المزيل وطبعا الجملة بتنتهي بفلسطاب لا احنا بقى عشان هنحط لها question tag انطفلها اضافة فحولنا الفلسطاب لقام بعد كده question tag نفسه عبارة عن ايه فعل مساعد وضمير فاعل الفعل المساعد ده بجيبه منين بجيبه من الجملة بتاعتي نفسها ادور في الجملة الاول يا طرف فيها فعل مساعد اه فيها فعل مساعد اللي هو is بعمل فيه حاجة تانية قبل ما احطه بغير حالته يعني لو مثبت انفي ولو منفي اسبته هنا is مثبتة اجيبها ايه منفية انا في is isn't بعد ما جبنا الفعل المساعد نجيب بقى الفاعل بس الفاعل لازم يبقى ضمير فاعل ما يبقاش اسمي ضمير فاعل فين الفاعل هنا جيمز جيمز دوت ولد ضمير الفاعل اللي يناسب هو ايه هو he تشوف كمان مثال انت تقدر تسوق سيارة اليس كذلك برضو عملنا ايه هنا استخدمنا فاعل المساعد وغيرنا حالته ايه الفاعل المساعد اللي عندي في الجملة هو كان بس كان هنا مثبتة اعمل وبعدين نحط ضمير فاعل الفاعل هنا كده ضمير لوحده فحطناه هنا لانه ضمير فاعل كان ايه ايه بيأكد لنا ان الجملة المثبتة بجيب لها من في انا هايز فاعل ومساعد طب الجملة دي ما فيهاش فاعل مساعد اعمل ايه لو الجملة ما فيهاش فاعل ومساعد هنبص للزمن بتاعها لو كان الزمن ده ماضي بسيط يبقى الفاعل المساعد اللي هجيبه didn't هجيب ايه didn't وبقول didn't ليه لانه لو الفاعل هنا في الماضي مسبت مسبت قدامي يبقى هو ماضي والفاعل المساعد في الماضي اسمه didn't وبكده بنفي حالته لانه جملة مسبتة يبقى اسمه didn't يبقى انه لو الجملة بتاعتي مفيش فيها فاعل مساعد هبص لزمن الجملة الازمان اللي مفاجه فاعل مساعد هي المضرع البسيط والماضي البسيط اشهر الازمان اللي مفاجه فاعل مساعد طب في المضرع البسيط الفاعل بقى شكله ايه الفاعل في المصدر مع i b t u والاسم الجامع والفاعل اخر s مع وش وقت والاسم يبقى الجملة في الماضي يجيب لها ايه؟ لابد انت لو مثبتة وبعدين ضمير الفعل اللي هو ايه برضو؟ اللي هو شي طب لو الجملة بقى منفية هنخيل الكواصش انتاج مثبت بعكس حالته مفيش كراسي كافية للجميع هنا الفعل المساعد ايه؟ منفية لازم اعمل فيها ايه؟ لازم اشيل النفي اغير حالتها تبقى اسمها or طب there هنا بتفضل there زي ما هي يبقى here و there ما بيتغيروش بنحطهم زي ما هو اهو لو الفعل متاع الجملة في المضارع البسيط we use do اللي هي don't مفروض لو الجملة مثبتة يبقى نستخدم don او نستخدم doesn't in the constant tag jani eats cheese jani eats it's هنا ايه؟ اهو ما فيش فعل مساعد بس اخرها ايه؟ اس طالما الفعل اخر اس هجيب فعل مساعد ايه هنا؟ doesn't ليه doesn't؟ لان الجملة هنا مثبتة فلازم اجيب الفعل المساعد معن فيه وبعدين jani ليبقى نوتا فنجيب مكانها الضمير she تبقى doesn't she when the verb of the sentence is in the past sample لو كان الفعل اللي في الجملة في الماضي البسيط هنستخدم ايه؟ did او didn't هنا ماضي بسيط الجملة مثبتة زي went في التصريف التاني هو يبقى استخدم didn't لازم اعكس حالته وحط الضمير الفعل اللي هو زي عندنا special cases حالات خاصة لازم بقى نحفظها زي ما هي ناخد بقى ونركز فيها كويس عندنا some verbs or expressions from question tags differently يعني في حاجات بنغيرها ما تنشيش مع القعدة زي I am لو الجملة فيها I am I am the tallest أنا أطول واحد اعمل ايه في الquestion tag الquestion tag اسمه aren't I طب هو عمرنا شفنا R مع I اوه شفناها هوت في الquestion tag يبقى I am هنعمل ايه في الquestion tag هيبقى اسمها aren't I دي تتحفظ زي ما هي يبقى I am اسمها ايه في الquestion tag aren't I I am not طب لو كانت الجملة بقى منفية I am not fit أنا مش سمين في الحالة دي بقى طالما منفية لا أنا بس أشيل النفي وخلي أم زي ما هي فأقول am I يبقى بس لو كانت I am مثبتة هنحولها لارنت I لو كانت منفية هنخليها am I في الimperative في جملة الامر جملة الامر ما فيش فيها فعل مساعد تبدأ بالفعل في المصدر close the door اعمل ايه قالنا جملة الامر هستخدم لها will you او want you اللي اتنين اي حاجة منهم close the door will you او want you اللي اتنين صحاعد يبقى جملة الامر ايه will you او want you طب لو جملة نفي نهي don't او never بدأ ب don't او بدأ ب never برضو هنستخدم معها ايه في حالة دي هستخدم will you بس ما استخدمش want you لانه اصلا دول بيدوا معنى النفي don't turn off the tv ما تقفاش التلفزيون will you يبقى الجملة لو بدأ ب don't او never never waste your time هنجيب قواص شنتاج ايه will you let's لو الجملة بدأ ب let's let's هيا بنا باستخدمها للاقتراح القواص شنتاج بتاعها هيبقى shall we و shall we برضو باستخدمها للاقتراح عشان كده جبناها مع let's let's play chess shall we يبقى let's هنجيب لها ايه shall we كل ده يتحفظ let me او let him اقول لك اسمح له ان يعمل ده ايه قواص شنتاج بقى مع let him خد بالك ان هنا let's let's جبنا ايه shall we احنا كلنا هنعمل الحاجة دي هيا بنا تبقى shall we لكن let me او let him اسمح لي او اسمح له اعمل ايه بقى اجيب له will you i want you let me do this استخدم معاه will you i want you اي حاجة فيه معادي يعني عملناها زي جملة الامر you have got اما الفعل have have ممكن ييجي كفعل مساعد وممكن ييجي كفعل اصل لو جه كفعل مساعد بيدل على الملكية زي have got مثلا او لو كان have وتصريف تالت للفعل في زمان زي المضارع التام لما يكون have فعل مساعد في الحالة دي استخدمه في القواص شنتاج you have got هنا الفعل المساعد have استخدمه بس بس لازم عاكس حاجته بعد الhave تبقى haven't هو ابقى haven't you طيب لو كانت بقى فعلة اصلي هاعمل you have plenty of time لديك الكثير من الوقت have هنا فعلة اصلي ان فيش بعدها فعلة تاني هو تبقى الحالة دي هاعملها كفعلة اصلي في المضارع البسيط have هنا في زمن present sample مضارع بسيط اما رأي الفعل هنا في المصدر بجيب فعلة مساعد don't في المضارع البسيط لو الفعلة في المصدر اجيب don't has lots of time هنا بقى has has ايه دا التصريق برضو شكل have بس معه شي وقت في المضارع البسيط برضو طالما عندي has هتتحول هنا لا doesn't she ليه بقى عشان هاز هنا مع الفعله اصلي معناها يمتلك شي has lots of time لديها الكثير من الوقت طالما هي فعله اصلي تتعامل زي الفعل في المضارع البسيط الفعل في المضارع البسيط لو كان اخره as يعني معه شي وقت ايحوق اجيب له فعل المساعد ايه doesn't طب لو كان في الماضي she had a wonderful time انت قدت وقت ممتع had في الماضي برضو عاملها زي اي فعل في الماضي بجيب له ايه didn't didn't she طب لو عندي جملة this is او that is جملة بدأ بحاجات من دي بحولها ل isn't it يبقى ما فيش that وما فيش that اسمها باستخدمها مش بحولهم ل it this is your jacket isn't it this is بقى حولناها ل is هنغير حالتها تبقى اسمها isn't و this هنخليها it لانها عيدة على جاكت غير عاقل that is my car that is my car برضو is هنا هستخدمها بس نغير حالتها يبقى اسمها isn't و that هنحولها ل it لانها برضو عيدة على my car اللي هي غير عاقل على عكس ذا شوزات بقى عندنا there and here there is and here is الاتنين دول بيفضلوا زي ما هما مش بنغيرهم there is بس هنغير is ونخليها منفية طبعا نقول isn't there وهير is هتبقى isn't here there is some coffee يبقى isn't there here are some books هنغير حالتها يبقى اسمها aren't ونخلي here زي ما هيا يبقى here و there ليا هنا وهناك بتفضل زي ما هيا كمان عندنا كلمات زي some one anyone everybody somebody anybody everybody اي حاجة فيها one أو body يعني فيها شخص عاقل اشخاص عاقلين بغيروا وحولوا الكلمة زي الضمير اللي بيعود عليهم ايه هنا زي someone took the files from the desk حد غاد الفايل من الدسك took هنا في زمن ايه الماضي طالما في الماضي بقى نجيب فايل وساعد ايه didn't وبعدها الثامير الفاعل someone ما ينفعش استخدمه بقدم يرم فاعل اللي بينوبعنا اللي هي كلمة زي everyone is here ناخد بالنا بقى هنا من ملحوظة تانية everyone is here الجميع هنا الفايل المساعد هنا ايه is طيب انا اتفقنا ان احنا everyone هيحل محلها الضمير ايه الضمير زي is زي ماينفعش تيجي مع is اموال اجيب لها اللي تنفع لها اللي هي مين اللي هي قريب هنقول aren't they يبقى لو كانت جملة فيها everyone is هعمل ايه استخدم aren't they no one and nobody no one and nobody برضو بجيب لهم الضمير زي بس ناخد بالنا ان هما بيدوا معنا النفي طالما بيدوا معنا النفي يبقى استخدم لهم فعل مساعد مسبت no one محدش اتصل فوند هنا في الماضي البسيط في الماضي البسيط ومنجيب فعل مساعد ايه متعاودين بنجيب didn't اترمى الجملة هنا الفعل في التصريف التاني لكن هي جملة منفية هنا بايه بنوع طالما منفية بقى لازم اجيب did مسبتة يبقى قول did زي ونوع انتفقنا بيجي بادالها الضمير ايه زي يبقى ناخد بالنا من اي كلمة دول بقى بنجيب لهم ايه بنعملهم معاملة المفرد يعني هجيب لهم الضمير it والفعل المساعد معاهم بيبقى مفرد زي ما احنا شايفين شوف المثال ده everything is correct كل شيء مزبوط صحيح اعمل ايه is هنا مسبتة استخدمها بسان فيها اعتب اسمها isn't و everything هشيلها وحط مكانها الضمير it لانها عايدة على غراء كل يبقى everything بيجيب مكانها الضمير ايه الضمير it والفعل معاها بيبقى مفرد when the sentence contains لو الجملة اللي عندي فيها never او hardly rarely few little etc الكلمات دي كلها معناها قليل بتدل على معنى never ابدا hardly قلمة rarely نادرا few يعني قليل ولتل يعني قليل الحاجات كلها تعبيرات نفي او قليلة الحاجات دي بتدي معنى نفي فخلي الوصف بتاعي positive يعني مسبت they rarely watch tv منادرا ما بتفرجوا على التلفزيون معنى كده ان rarely تعتبر نفة الجملة دي طالما الجملة منفية بقى جيب فعل مساعد ايه مسبت watch هنا في المدارع البسيط في المصدر بنجيب لها مفروض لو فعل في المصدر بنجيب don't لكن الجملة منفية rarely فنجيب do فنقول do زي اخد بالي كمان من i think و i believe انا اعتقد دي بتعتبر جملتين في بعض عدي جملة i think اعتقد i think اي بعتقد اي بقى علي اسكلافر انا بعتقد ان علي ده زكي اعمل ايه هنا ايه قوص شنتاج هيبقى على الجملة دي ولا على الجملة دي لا هيبقى على الجملة دي ما ليش دعوا ب i think ولا i believe انا بص على علي اسكلافر الغي دي خالص الفعل المساعدة هنا ايه is اعمل ايه اغير حالته يبقى خلي منفي بقى isn't وعلي جيب ما كانه ضمير هي برضو نفس الكلام i think زي i don't think ما ليش دعوا بيهم انا بص على الجملة دي في زمن ايه في الماضي البسيط الماضي البسيط هنا ايه تصريف التقين فعل اجيب فعل مساعد ايه في الماضي البسيط didn't المفروض لو الجملة مثبتة بس الجملة هنا ايه منفية بكلمة اخد بالي يبقى انا بستفيد منها بس ايه اللي عايزه من الجملة دي هي اشوفها مثبتة ولا منفية طالما منفية بقى اجيب بدل didn't اجيب ايه did وبعدين الفاعل اللي هو he i believe i believe she isn't a liar نفس الكلام i believe ولا كأننا شايفينها she isn't a liar اروح على she isn't a liar she isn't a liar هنا الفعل المساعد ايه isn't هنا استخدمته زي ما هو لان هنا مع i believe كده بقى انا موقن بالحاجة دي بقى اصدق فيها بقى اعتقد فيها استخدمناه زي ما هي وبعدها الفعل المساعد اللي هو اللي صاري اضمير الفعل اللي هو she i'd rather i'd rather اللي هي معناها افضل i'd الاختصار بتاع الابستروفي دي اصلا اختصار كلمة would فلما يبقى الجملة فيها i'd rather معناها i would rather اجيب would بس منفية تبقى wouldn't i اوعى تطلخبط تقوله ان احنا i بنحاولها في السؤال دي لا احنا مش بنكون هنا سؤال ده question tag حاجة تانية خالص لو معناها ليس كذلك يبقى i'd rather هنجيب لها ايه wouldn't i i'd rather save money wouldn't i طب you had better you had better يعني ان الافضل الابستروفي دي اصلا اختصار كلمة had يبقى اجيبها في النفية تبقى hadn't you you had better يجيب لها hadn't you you'd better get up early hadn't you نحفظهم زي ما اتفقنا he is وادجكتب لما يبقى عندي صفة بقى وبقى او verb ing عندنا is وبعدها صفة او verb ing is طالما الفعل المساعد is بقى جيبه ايه isn't يبقى isn't he he is my best friend يبقى الفعل المساعد هنا is او كأنها هنا فعله اصلي عادي المهم ان is بقى استخدم بدلها ايه isn't ولو كانت isn't احاولها ال is he is وبعدين past participle خد باليبقى apostrophe as اختصار ممكن تكون اختصار ل is زي المثال ده ان هي he is my best friend لو جيب بعدها صفة او verb ing يبقى ايه اختصار لكلمة is يبقى جيبه كانها isn't he طب لو كانت he is وبعدها تصريف تالت he is bent to the zoo بعدها تصريف تالت بقى يبقى ال apostrophe as اختصار لكلمة ايه has يبقى خليها hasn't he كمان لو عندي adjective بستخدم لها ايه بستخدم لها verb to be isn't it مثلا how is the exam انت حان كان عامل ايه فقال له easy easy سهل دي مفيش هلا صفة بس اللي عندي ما عنديش جملة هكونا عليك واشا انتاج ازاي الصفات الفعلة اللي بيجي معا هو verb to be فاستخدم معا ايه isn't it بعد جدا في الاسبيكي بنتكلم عن things that motivate people الاشياء اللي بتحفز الناس there are many things which can motivate people حاجات كتيرة ممكن نحافز بها الناس زي ايه supporting اننا ندعمهم encouragement التشجيع enhancement التعزيز direction التوجيه positive thought التفكير الايجابي self efficacy الكفاءة الذاتية intensity of efforts اننا نكثف الجهود عندنا دايما في ال speaking محادسة conversation نذكرها عشان سؤال محادسة عندنا هنا conversation about motivation محادسة بتكلم عن motivation عن التحفيز what do you think of motivation ايه رأيك في المотивيشن what do you think of فقال له I think انا رأيي كذا it's a very important thing اعتقد انه شيء مهم جدا why do you think it's important ليه تعتقد انه مهم قال له because it pushes me to success لانه بيدفعني للنجاح what things that motivate you الاشياء اللي بتحفزك قال لنا positive thought and encouragement التفكير الايجابي والتشجيع what else وماذا ايضا and I think enhancement is very important اعتقد برضو enhancement تعزيز مهم جدا what about you وماذا عنك قال لنا as for me بالنسبالي I prefer material supporting بس تفضل الدعم المادي فقال له I agree with you بعد كده قام دينا conversation about the Paralympic Games محادسة عن دورة الالعاب الالعاب الالمبية لزول الاحتياجات الخاصة برضو موضوع مهم can I ask you some questions ممكن اسألك شوية اسئلة yes here you go ايوا تفضل do you know any international sports competitions competitions بقى بيتي اكيد تعرف اي مسابقات دولية في الرياضية يعني yes there is the Olympic Games and the Paralympic Games too ايوا عندنا دورة الالعاب الالمبية وكمان دورة الالعاب الالمبية لزول الاحتياجات الخاصة what do you mean by the Paralympic Games تقصد ايه بالParaalympic Games قالوا it's sports competition for people with disabilities هي مسابقة الرياضية للناس اللي هم ذوي الاعقة what's the last Paralympic Games ايه كانت اخر ضوط العاب الالعاب الالمبية للمعقين قالوا it's the 2020 Tokyo Paralympic Games اللي هي حصلت في توكيو في سنة 2020 where did it take place كان مكانها فين it took place in Japan كانت في اليابان how many countries took part in it took part in يعني شاركوا كم دولة شاركت فيها قالوا يعني شارك فيها 161 دولة وكان فيها 4500 لاعب رياضي من ذوي الاحتاجات الخاصة who opened it من اللي افتتحها japan's emperor يعني اللي افتتحها الامبراطور الياباني did Egypt take part in it هل مصر شاركت فيها take part in يعني يشارك فيه قالوا مصر شاركت والرئيس السيسي بنفسه قرم الرياضيين اللي شاركوا what medals did the Egyptian athletes when الميداليات اللي فاز بيها الرياضيين المصريين they won five silver medals فازوا بخمس خمس ميداليات فضية and two bronze medals وميداليتين برونزيتين in power lifting and take ondo في التايكوند ورفع الأسقال آخر حاجة عندنا في الwriting إزاي نكتب expository essay المقال التوضيحي expository essay explain the factual information المقال التوضيح ده مقال بيقدم معلومات حقيقية بيتأسم ازاي كي زي اي قسم اول حاجة وبيبقى فئة ثلاثة عناصر رئيسية اول حاجة يعني جملة لافتة لانتباه وكمان معلومات عن خلفية الموضوع اللي هي جملة فرضية بعد كده بنروح على بادي اللي هو البراغراف نفسه بقى الموضوع نفسه لما استهف لازم يكون فيه اتصال منطقة كده مع البراغراف اللي انت بتأدي فيه في الأول الاسل حبارة عن باراغراف زي ما احنا عارفين يعني بيحتوي على أدلة داعمة سواء كانت حقيقية او منطقية او قصصية هوفر كل الأدلة اللي بتدل على الرأي بتاعي او الحقيقة اللي انا بتكلم عنها اخر باراغراف بيبقى يعني خاتمة بيبقى فيه ايه اول حاجة اعادة طرحة الفرضية وتلخيص للنقاط الرئاسية افكار نهائية او اصدعي الحدث او ممكن عبر عن رأي في النهاية او كده جاب لنا هنا مثال بيتكلم عند ممكن تاخدوا سكرينشوت منه وتكبروا صورة وتقرؤوها كمثال لكم ازاي نكتب النوع دا من الاسز تشوف بقى نحل اللي شوفيه من النهاردة يعني ما اقال مهم وضروري من العلم النفس في دراسته الم النفس هو ايبقى اسمه سبورت سايكولوجي علم النفس الرياضي عربية اطلت عشان كده اطلت اصحبها لجارج يصحب يعني ايه يعني طو اضطروا انهم ما يعملوا ايه في المؤتمر بسبب المطر هيأجلوا يؤجل يعني سبورت سايكولوجي انابل المنفس الرياضي ده بيمكن الرياضين هم ايذير يعملوا ايه في قدرتهم طبعا يزودوها يزودوها يعني 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 القصة شعر جديدة هتعمل ايه هتغير في مظهرك بشكل بشكل كبير يغير يعني ايه يعني transform هو ايه ان الحادثة كان ممكن نتجنبها هو كان شاكك شاكك يعني doubted الجنود بتاعنا عملوا مهمة ناجحة الليلة الماضية نفزه نفزه يعني ايه يعني carried out حفل الاختتاح حادث حادث ما took took place كلمة معناها انك تبقى اها حاجة اهمة من حاجة تانية ان هي اسمها ايه بقى او توي على الارجح بقى حاجة معناها انك تخلي شخص يؤدي الاداء افضل ده معناه يعني يحفز اسئلة على الجرامر بيرلي يعني بيرلي يعني زي كلمة نادرة كده او قلمة او كده وليلا ما بيكون عنده حاجة يعملها وهنا القواص شنتاج اسمه ايه ده القواص شنتاج هنا مسبت مسبت ليه لان كملة منفية بايه بيرلي ما استعجلتش بقى وقول ده هنا ده مسبت يبقى انا اختار هنا ده انت نافي لا ليه احنا اجبناها هنا مسبت عشان عندنا بيرلي موجودة نافية يبقى اجيب الفعل بتاعي مسبت عادي جدا بس في نفس الزمن اللي ليه مع ده بيجي في زمن ايه موضي بسيط يبقى نختار التصريف التاني للفعل يبقى نختار الفعل found يبقى او اعطائع من اول وقع اخطائع ارنت اي ارنت اي بتيجي لو كملة بدأ بايه باي تمام اعام زي افر بوت انيو كار هاف زي هاف هنا مسبت يبقى جيبها مفروض كانت في الجملة الاصلية نافي طب الجملة هنا منفية ولا حاجة لا مش منفية بقى انا اللي هجيب لها فعل مساعد منفي من اللغبط شو نقول ده احنا عندنا افر افر مش بتدل على النفي اللي بتدل على النفي بقى كان الفعل ايه اتفقنا منجيب لو كان الفعل اخر اس فين بقى الفعل الاخر اس هنا هي مريضة اليوم هنا افر اختصار ايه طبعا طالما بعدها الصفة اللي هي اختصار is طالما عندي is يبقى استخدم ايه بقى isn't يبقى isn't she don't be late ما تتأخرش don't be ready جملة بتقى don't that's good news دي اخبار جيدة اتفقنا ان الزات ما بنجيبهاش تاني في القوات شانتاج بنحولها ال it وهنا is نجيبها ايه هي مسبتة يبقى ننفيها نفي is isn't isn't it aren't aren't هنا منفية يبقى نجيبها مسبتة يبقى اسمها are you let's get started let's نقوم للي بتبدأ بلتس بنجيب لها ايه تكروا كده معايا yes بنجيب لها shall we someone 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 طبعا بنحولها لايه نعرف الاول بنبدلها بزاي طب asked في زمن ايه ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى نجيب فعل مساعد didn't يبقى didn't they no one came to the party no one no one بيجي برضه ما كانها الضمير زاي بس تاخد بالي no one بتدي معنى انه بقى هجيب فعل مساعد مثبت came هنا في زمن الماضي بنجيب فعل مساعد ايه مثبت في الماضي did يبقى did زاي i have have هنا فعل اصلي انا امتلك سيارة جديدة لنفيش بعدها حاجة تانية بقى هي فعل اصلي بس بزمن ايه ايه وهي فعل في المصدر هنا في المطارع البسيط طالما الفعل في المصدر بنجيب don't فيديو متابعه قريب جدا اتمنى لكم التوفيق thank you good bye